اتكلمنا قبل كده في ملف مهم جدا مصر اشتغلت فيه في الفترة الاخيرة لو بنتكلم على اخر سبع سنين تحديدا ملف العلاقات الخارجية مع مصر الملف ده من اهم الملفات اللي حصلت فيها طفرة كبيرة جدا لان زي ما قلنا لحضراتكو قبل كده ان في دول احنا كنا بنسمع عنها بس في كتب يعني الجغرافية لما كنا بندرسها في المدارس يعني لكن ايه علاقتها بمصر ما كناش بنشوفها الحقيقة وكانت مصر اول يعني فترة تاريخية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اقتحمت المجال في العلاقات دي وبدأت يبقى فيه توسع كبير جدا سواء كان يعني العلاقات اللي موجودة فيه القوة الخارجية زي ما بنقول كده يعني المسيطرة بشكل كبير او كمان على الصعيد الافريقي والصعيد العربي بشكل خاص طيب ده ظهر في ايه او ده تجلى في ايه الحقيقة هو تجلى فيه مواقف كتيرة جدا مشتركة ما بين مصر والدول العربية فيه العديد من الملفات وكذلك ايضا الدول الافريقية ده غير طبعا الدول الكبرى دي حاجة تانية بس احنا بنتكلم دلوقتي ان الدليل على الكلام ده او الدليل على توطيد العلاقات الخارجية مع الدول العربية والافريقية ان مصر نجحت في الحجد الدبلوماسي لو احنا بنوصف الحالة دلوقتي الحجد الدبلوماسي في كل الاصعيدة فيما يخص ملف سد النهضة الملف المهم جدا ده اللي بيخص كل المصريين الحقيقة لو بنتكلم على السعودية بنتكلم على الاردن بنتكلم عن العراق حقيقة احنا بنشوف موقف مصر الداعم يعني لهذه الدول وبالتالي بنشوف دعم هذه الدول لمصر فيما يخص ملف سد النهضة وده من خلال السعي الدائم في ايجاد موقف عربي موحد وفي نفس الوقت يبقى فيه حل بيرضي كل الاطراف احنا بنقول ان بيعقد المجلس الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماع غير عادي بكرا ان شاء الله وده بناء على طلب من مصر والسودان ولبحث تطورات قضية سد النهضة على هامش الاجتماع التشاوري المقرر بالدوحة عشان بس كان مهم جدا ان احنا نفكر حضراتكم بكل هذه التفاصيل عشان نعرف برضو مصر رايحة فين وبتعمل ايه عشان هذه القضية المهمة جدا 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 اللي بتشغل بال اي مصري ومن حقه ان هو يفكر فيها